كما التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس الاثنين مع ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة في البرتغال أين استمع باهتمام كبير لانشغالاتهم واقتراحاتهم وأكد الرئيس تبون أن الجزائر دخلت في اقتصاد جديد يرجع بالخير على كل أبناء الوطن مبني على ركائز متينة صحيحة وليست وهمية كما ذكر بالتسهيلات التي منحت لأبناء الجالية من أجل الاستثمار في الجزائر وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها وشدد الرئيس على أن الجالية بالمهجر تلعب دورا هاما ولها مكان مميز في المسار التنموية الذي تخطوه الجزائر كما كشف رئيس الجمهورية عن تخفيضات في أسعار التذاكر للجالية من أجل تمكينها من قضاء عطلة الصيف بين ذويهم ترجمة نانسي قنقر